بيحاولوا ينفذوه بكل الطرق ومن أهم حاجة ألها هي عائلة النادي الأهلي عائلة النادي الأهلي دي حضراتكم يعني بتخص كل الناس مش الجمعية العمومية فقط لا جمعية العمومية ومجلس الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية وال70-80 مليون اللي بيشجعوا نادي الأهلي برا هي دي عائلة النادي الأهلي عائلة النادي الأهلي دي هي الأساس في كل شيء وعشان إحنا عارفين وعلشان مجلس إدارة النادي ده الأهلي عارف ودرس أن كل القرارات اللي كان بيتم اتخاذها كان دايما بيقف خلفها الجمهور خلال الفترات اللي فاتت فعشان كده قالك هحط حاجة سلوجين كده اسمه عائلة النادي الأهلي عائلة النادي الأهلي إحنا كلنا نبقى متكاتفين مع بعض كلنا نبقى جنب بعض علشان زي ما قلت لحضراتكم الفترة اللي جاية هو مين اللي حينجح بطولة الأمم الأفريقية جمهور النادي الأهلي مع احترامي وكل الجماهير طبعا ولكن جمهور النادي الأهلي هو الأساس هو الأغلبية فعشان كده بقول لحضراتكم يعني الصورة دي معبرة جدا اللي فاتت دي يا سمين لو تقدر تجيبها لنا تاني معبرة جدا مجلس إدارة النادي الأهلي وحواليه جمهوره هو ده هو ده هو ده اللي احنا عايزينه هو ده اللي احنا دايما بنشوفه وانا هنا لما بقول مجلس إدارة يبقى بقول اسم النادي الاهلي هو ده الجمهور اللي بيحمي دايما اسم النادي الاهلي عشان كده أنا بقول لحضراتكم دايما لما تيجي تتخذ القرارات بتتخذ لأسباب كثيرة جدا جدا لكن أهم هذه الأسباب المصلحة العليا لإسم البلد اللي انت عايش فيها واللي عايش في خيرها واللي دايما بتبقى في خيرها وتاني حاجة الحفاظ على حقوق النادي الاهلي وكل الأمور التي يجب أن يحرص مجلس قدارة النادي الاهلي على الحفاظ عليه فعشان كده بقول لحضراتكم ما تلقوش من حاجة بيان نزل عشان يطمن حضراتكم وعلشان يثمن خطوة ودير الشباب ورياضة ورئيس اللجنة الأولمبية في التحرك سريعا